بصوا بقى هو عيد الحب متعلق بالحب مما لا شك فيه بس كمان هو جزء من الحب انك انت تحب بلدك وتحب بلدك والبلاد اللي حواليها الاصدقاء والاشقاء تحب الانسانية تتطور وحتى تتطور الانسانية سوف تتطور بالاستثمار يبقى لازم نحب الاستثمار شفت الدخلة والله ما حد يعرف يعملها غيري خلونا نرحب المهندس ياسر زغلول رئيس شركة الجرفات الاماراتية احد ضيوف معرض ومؤتمر ايجكس منورنا ازاي الصح ربنا بارك في حضرتك وبشكر حضرتك شكرا جدا لا ده انت حضرتك منورنا جدا 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 ليه بقى؟ علشان واحنا بنتكلم عن الاستثمار هبدأ بحدوتها حدوتة مهندس ياسر جامعة حلوان والشغل في قناة السويس الى ان يصل الى رئيس شركة الجرفات الاماراتية التي كانت واحدة من كبرات الشركات اللي سهمت في عمليات التكريك والحفر في قناة السويس الجديدة تمام انا عايزة ابدأ من الحدوتة من البداية والله هي الحدوتة مرت بسرعة اوه يعني فعلا انا بدأت حياتي بعد ما اتخركت اشتغلت معيد في الكلية شوية وبعدين عجبني اول الجانب العملي اكتر شفت اعلان قناة السويس قدمت في قناة السويس دخلت مدرسة قناة السويس الله دي حية اهو ده حب دي حية والله وللآن يعني قناة السويس بالنسبة لي يعني من افضل لحظات شغلي لما اكون بتكلم مع حد من قناة السويس بزور قناة السويس بروح قناة السويس كانت بالنسبة لي موضوع كبير جدا ان انا اقرر او ما اقررش ان انا اسيب قناة السويس بس طبعا شاعت الاخدار ان انا اتنعل من قناة السويس لشركة الجرافات في اوزابي وبدأت في الشركة مهندس زي ما كنت هنا في قناة السويس وردية في الوردية والحمد لله تطورت الامور ومساكت الشركة كسي او من 2009 ما شاء الله وبفضل الله ربنا وفقنا ان يكون في استراتيجية قوالي الشركة واتنعلت الشركة بشكل من شكل محلي لشكل دولي لان دي فعلا دي كانت دعم كبير اوي ودي استراتيجية القيادة في اوزابي ان الشركات الصغيرة المحلية لازم تطلع فعلا وتحزو حزو الشركات العالمية وده كان تارجت كبير اوي بالنسبة لنا الحمد لله احنا النهاردة من التوب 5 في العالم ولما اقول التوب 5 بنتاج 2021 بفضل الله ممكن يعني واحد او اتنين يعني لسه منتظرين نتاج من الشركات الاخرى بس ان شاء الله هنكون في على التوب لس من التوب 5 بإذن الله ما شاء الله ما شاء الله طيب انا حبيت الاول ان احنا تنحكي الحدوط دي علشان كمان المشاهد يبقى فاهم هو بيسمع مين لانها قصة نجاح حلوة تؤدي الى ان احنا النهاردة موجودين في ايجكس الشركة ممثلة عن طريق السي او المدير التنفيذي او الرئيس التنفيذي لهذه الشركة احنا جايين نعمل ايجكس هل هناك مناخات وظروف حقيقي واعدة في مصر لاجل الاستثمار علشان البعد اياهم يقولك خلاص ما بقاش فيه تتحكوا عن هذا السوق لا هي حدوك لما تبص الموضوع المناخ او السوق المصري يعني انا حول الوطن المصري وطن المصري ده يعني فريد بمكانه باللوكيشن بتاعه على مستوى العالم الوطن المصري فريد بقناة مميزة اوي اسمها قناة السويس الوطن المصري مميز ان هو بيربط العالم من جميع الاطراف هو مركز العالم الوطن المصري يمتلك وليس عب يمتلك اكتر من مئة مليون نسمة فالسوق المصري وليس عب وليس عب طبعا القوى البشرية والسروة البشرية دي دايما فضل من ربنا سبحانه وتعالى توظف صح احنا في الاخر كل النمو اللي احنا بنعمله والشغل اللي بنعمله والبزنس اللي احنا بنعمله ما هو الا شيء ياخدهم الانسانية يعني كل التطوير اللي بيحصل ده للرفاهية المواطن وللانسانية لو هو مش متماشي مع الانسانية مش حيكون فيه استدامة مش حيكون فيه استدامة حيفشن في يوم الايام فالسوق المصري بكل المميزات بتاعته ديت هو فرص واعدة للاستثمار ولذلك انا اكاد اتحدى اي واحد بيفكر في استثمار ما فكرش بمصر الى هذا الحد الى هذا الحد ده حدي واضح طبعا طبعا حذلك لما حصل كمان يعني ده كمان من قبل ما يحصل البنية التحتية كان فيه كلام بس كان فيه تردد يعني كل الناس قدر تتكلم على المناخ الاستثماري في مصر القوانين واللوايح في مصر انا بقالي دلوقت اكتر يمكن من خمس سنين ما سمعتش الكلمة دي ما سمعتهاش محيت من الازهان محيت يعني انا فعلا كنا زمان لما كنا نتكلم وننزل احنا نكليها الشرف ان ننزل من بدري من بعد يمكن 2013-2014 من وطمار الشرم الشيخ وكنا بنتكلم فكنا دايما نناقش موضوع يعني بصراحة كنت تقال خلي بالك وتب مش بتكلم علينا بتكلم عموما لما نناقش الموضوع في أي ميتينجس وكذا بس الانظمة هناك عملة كذا القوانين هناك عملة كذا الكلمة ده بيتش اسمعه دلوقتي وما قدرش اقول كمان اللي الانظمة خلاص اتغيرت بقت ما شاء الله بوزيتف مية في المية لا انا يعني اللي انا اقدر اقوله ان المناخ الاستثماري الجاذب لما بتكون الفرص واعدة بيخلي المستثمر عنده الابطايت عالية جدا بحيث انه يدخل يستثمر وحيشوف حيتصرف مع الحاجات التانية دي ازاي ودي بتحصل لما بيكون فيه ثقة كويس يعني دي بتحصل اولا ما بيكون فيه ثقة احنا لما دخلنا اشتغلنا في مشروع قناة السويس ودي من يعني من اكبر المشاريع يعني من اقرب المشاريع لقلبي انجازا يعني يعني الحمد لله المجموعة نفزت مشاريع اكبر بكتير كفوليوم كفلوس كقيمة اكبر بكتير من قناة السويس ولكن مشروع قناة السويس هو بالنسبة لي اعتبر رقم واحد لان كانت يعني كان الواقع بتاعه على قلب ان احنا بعد معهد الفترة دي كلها في شركة الجرفات ورجعت فوض مع زميلي قناة السويس واسد زيتي اللي كانوا في قناة السويس لما اتعينت عليهم وده كان ليه دعم كبير جدا يعني عامل كبير جدا على نجاح المشروع التعامل معهم كان فيه ثقة متبادلة كنا بنتفق كلنا يعني وان سايد فزا تابل مش ان احنا قصاد بعض بنتفاوض لان كان الهدف واحد لو المشروع نجح الكل نجح الكل نجح بالظبط ويعني ده ريكورد للأبد اعتقد مش هاتحظ ان انت تشيل 200 مليون متر مكعب في 267 يوم انا كنت بعدهم بالساعة فيعني ده يعني الثقة في العمل هي اهم نوع من الجذب ان انت الجذب استثمار وجذب ان انت بتتحرك بالشركة بالكامل ان انت تدخل بلد معينة او تدخل مشروع معينة مهما كانت الادفانتج اللي في المشروع وكده لو ما فيش كلمة ثقة هتكون انت متردد جدا طبعا لو فيه كلمة ثقة وفيه معوقات هنقول هنحل المعوقات مع بعض انا واثق انه هيدعمني فيها انا واثق ان احنا هنقعد ونحل المواضيع على التابل ونتكلم ليه لان فيه هدف واحد ان احنا ننمي ان احنا نطور ان احنا ننفذ المشروع ايجيبس حالك سألتني قلتلي احنا بنعمل ايه في ايجيبس احنا كمجموعة شركة الجرافات هي مجموعة رائضة اماراتية عالمية حلو بس احنا بنشتغل في الاسواق العالمية وفي الامارات كمجموعة كأي بي سي ريل اي بي سي كونتراكتور احنا الحمد لله من اكبر الأي بي سي كونتراكتور اللي في الشرق الاوسط وزي ما قلت لحضرتك ارقمنا في مجال اللي احنا الاندستر بتاعتنا في الحمد لله في الطوب يعني الطوب لست بس احنا هناك البرتفوليو بتاعتنا غير مصر غير شغلنا في مصر البرتفوليو عندنا هناك احنا متخصصين على خاصة لحضرتك بنساهم في بناء البنية التحتية للاقتصادات الوطنية اللي بنشتغل في الاسواق اللي فيها الله بمعنى يعني حضرتك ايه البنية التحتية الاقتصاد افرع كتير أو سيكترز كتير بس اهم عوامل البنية التحتية الاقتصاد الطاقة طبع والتجارة والملاحة التجارة البحرية بناء المواني القنوات بناء جزر للاسكان بناء مدن احنا مثلا بدينا جزيرة في البحرين مدينة متكملة اكتر من خمسة مليون متر مربع بس للاسكان فازم يقول لحضرتك كل ده للإنسانية يعني هل بنشتغل للإنسانية طبع اللي احنا بنشتغل فيه بقوة في الأسواق العالمية اللي هو الأولاند جاز أو البترول احنا لسه مناش تواجد كبير في مصر في موضوع الأولاند جاز وذلك ان شاء الله ايجيبس هيكون هو البواب بتاعتنا بإذن الله ان احنا زي ما بنطور في الأماكن التانية وفي الأسواق التانية هيكون لنا الشرف ان احنا نساهم في التطوير هنا كيكون ونساهم في جميع السكتور يعني زي ما يقوله كده عقد العزم خلاص مليون في المجد انه هيتم استثمار بقى جوة مصر طبعا اكيد في كافة مجالات البنية التحتية اولا أويلاند جاز أويلاند جاز الطاقة أويلاند جاز وهم حاجة كمان الرينيوابل انرجي الجديد الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة والترانزيشن اللي هو في الانتاج الغاز اه مليات التحويل ايه واحنا ما هو حضرتك ببطاقة كله يعني عشان لانه زي ما قلت حضرتك بنربط دايما شغلنا والنوط دي انا بهتم بها بالاستدامة بالاستدامة للانسانين طبعا يعني احنا بنطور فمنفعش نهدم الاجئة القادمة يعني بينطور صح يا منطورش طيب انا يعني انا حب دايما اصف نفسي ان انا راجل اقتصاد ده انا خليه اقتصاد مش عالي بيحب مهنته انه هو يبقى مزيد دي شغلانتي اللي بحبها لكن هفكر بعقلية واحد اتخرج ودرس الاقتصاد طول عمره تقريبا كلام الجد بقى الاستثمار ايه هي الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر وماده موسقيتها واستدامتها من جهة ومعاملات التنافسية بتاعت الاستثمار في مصر وحتى الفرص البديلة خارج البلاد هو طبعا السؤال ده يعني ضخمة قد كده محتاج هناخد الاجابات تبقى بايتس سريع دي فيها كذا ايه احنا كشركات انشائية انشائية لو تكلمنا مثلا على مجال اللي هو الاعمال البحرية والتكريك وده احنا شغلين فيه بقوة في مصر المواني والقنوات واحنا دلوقتي كمان لنا الشرف ان احنا عن طريق شركة التحدي المصرية الاماراتية بنتطور المرحلة التانية في قناة سويس الله بتتعاون مع قناة سويس بنشتغل في كافة المواني في الدولة تقريبا من جرجوب اسكندرية دومياط سفاجة اشتغلنا في السخنة معظم المواني الحمد لله برنيش شغالين فيها الجانب التاني اللي احنا جديد فرصة الاسمارية الوعيدة فعلا في الاولندجاز وفي البترول هذا داك لما تشوف خريطة الاولندجاز لمصر السنوات الاخيرة تطورت تطور كبير جدا بعد المكان فيه عندنا ديفيسيت في الانرجي دلوقتي عندنا الحمد لله سير بلاس الحمد لله اه في فوق الحمد لله طبعا وعشان كده هيكون فيه استدامة في تطوير حقول البترول والانتاج احنا شغلتنا ان احنا بنعمل ونهيئ للانتاج البترول عن طريق سواء بلاتفورمز عن طريق مد البايبلاين الارصفة مد الانابيك الامور دي كلها كل دا دا شغلنا الاساسي وده اللي احنا ان شاء الله مصممين ان احنا بقوة ما نخرجش من مصر غير لما ان شاء الله يكون فيه اكتفاء تام وحنتشرف ان شاء الله ان احنا نواصل شغلنا في المشاريع دي في انتاج البترول بإذن الله نحن في انتظاركم على احر من الجمر ويعني من كلامك انا كده فاهم انه الاقتصاد المصري جاهز لهذه الفرص جاهز الى هذه الاستثمارات زي ما كنت ورحتك لما وصلت لك يعني معقول كده هتيجي وتسافر على طول يوم الاربع دي زيارة سيارة ما تتحسبش واللقاء ده لقاء قصير برضو ما يتحسبش لكن لشان وقت حضرتك الامر الله من قبل ومن بعد فكده كده انا حاجز ان احنا ما في عندنا لقاء اكثر طولا اكثر تفصيلا واكثر تفسيرا زي ما بيتقال نعود نتكلم على مساحة اكثر اتساعا بإذن الله شرف فينا وهنس ياسر زغلول عقل مصري يدير شركة شقيقة زي ما بيتقال او شركة من وطن شقيق من اغلى الاشقاء علينا وهنس ياسر زغلول رئيس شركة الجرافات الاماراتية نورت وشرفت واسعت وقد كده كمان سعتنا في انه في عيد الحب بنقدم نموذج للحب المستمر من رجل احب بلاده ووطنه وشركته الاولى في قناة السويس وتستمر المحبة حتى هذه اللحظة شكل جدا نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا اهو شركات كبيرة قد الدنيا جاي بتستمر هنا وبتقول لفرص هنا وعيدة ومعدل التنفسية عالي جدا بتاعنا يعني والموسوقية عالية جدا تيجي تقول لي اصلاق صد المصري بعافية يا رجل فاصل وهنكمل الكلام بس مش هنكمل الكلام قوي يعني هو هيبقى غنى ومزيكة كتير فرقة كردان الموسيقية في عرض خاص جدا بمناسبة عيد الحب دمتم ودام الحب اشتركوا في القناة